هكذا يفترض أن يصير شكل علبة السجائر المباعة في الاتحاد الأوروبي تقول مارغريتا سفورزا من يورو نيوز فالبرلمان الأوروبي يعتزم غدا التصويت على حزمة تشريعات تقييدية لكن مجموعات الضغط لصالح منتجي التبغ توحدت لتقلل هذه القيود الصحافة الأوروبية نشرت وثائق مسربة تقول أن شركة فيليب موريس الأمريكية وحدها شغلت عشرات مجموعات الضغط التي قابلت حوالي ثلثة أعضاء البرلمان الأوروبي البرلماني الأوروبي كارل فلورينز يقول أنضيت عمرا في البرلمان الأوروبي ولم يسبق أن رأيت ضغوطا بهذا الحجم مع وسائل معقدة ومخادعة هذه بعض الهدايا التي وصلت بالبريد إلى مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي المجموعة من أكبر خصوم منتجي التبغ وتطالب بمواجهة ضغوطها كارل سليتر برلماني من المجموعة يقول هدفنا هو ضمان احترام الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ التي التزم بها الاتحاد الأوروبي وهي تقول أنه لا يجب لقاء منتجي التبغ إلا عند الضرورة القصوى وبشفافية تامة التعاون مع مجموعات الضغط كلف المفوضة الأوروبية للصحة جون دالي منصبه العام الماضي وضغوطها لم تتوقف لوكيوسنوس من الجمعية الأوروبية لمكافحة السرطان يقول الهدف الوحيد لمجموعات الضغط تأجيل التشريعات إلى مبعد الانتخابات الأوروبية العام المقبل أو إبطالها حزمة التشريعات تشمل أيضا حضر بيع السجائر المنكهة أو الرفيعة وطالبت بالإسراع في تبنيها 16 دولة أوروبية